لأن سوريا أمينة وزير خارجية خارجية النمسا يدعو إلى تغيير نظام اللجوء في أوروبا طبعا هو بعد ترحيبه بعملية الترحيل اللي تمت في ألمانيا بالنسبة للاجئين العودة إلى سوريا أو من قبل كده قال إن سوريا أمينة هنا شالنبرجي بيقول عايزين نغير نظام اللجوء الأوروبي كله بالكامل يعني طبعا هذا الخبر هام للغاية لأن سوريا أمينة وزير خارجية يدعو إلى تغيير نظام جغوروتا وعندعا هو لتغيير نظام اللجوء بأوروبا لأنه خاصة بعد المشاكل الأخيرة اللي صارت بألمانيا فبالتالي هو قال لك لازم كل النظام يتغير وألمانيا أخذت قرار صائب بمجال مكافحة الهجرة غير الشرعية بترحيل اللاجئين لأفغانستان والمدانين بجرائم فعليا وأضاف على ذلك بما يخص الوضع السوري قال لك قال لك أنه في سوريين اليوم عم ينزلوا يقضوا الإجازات بسوريا عم ينزلوا يقضوا الإجازات ليحضروا حفلات ويحضروا حفلات زفاف يعني كما قال قال وزير الخارجي أنه ليست البلاد بأكملها هي منطقة حرب وهو يعرف أشخاص يذهبون إلى سوريا حاليا لقضاء الإجازة وزيارة عائلتهم والسياحة أيضا فبالتالي هو بيقول لك أنه لازم نحن نسمي بعض المناطق بسوريا آمنة وبصراحة لا أستبعد لا أستبعد أن يكون هناك توجه على المستوى على المستوى الأوروبي في العام المقبل فعليا لفعليا تسمية بعض المناطق بسوريا آمنة والبدء بترحيل أو بمعنى آخر يعني متى مسميت مناطق آمنة إذن لم يعد هناك أسباب للجوء فبالتالي سيلغى أصلا حق اللجوء وهذا سيؤدي حتما هذا سيؤدي حتما سيدي الكريم إلى ماذا إلى فعليا الترحيل الترحيل وأيضا لم يعد السوري يحق له اللجوء انتهى الأمر ومكان هناك ماشيين بنفس الاتجاه فيه اتفاقات مع دول ثالثة زي غانا هو عمل بقول لك فيه اتفاقية مع غانا فيه اتفاقية تانية برضو مع كازا غسانو من غوليا فتحوا سفارة اليوم بغانا اليوم تم الوزير الخارجي افتتح سفارة غانا ها هي الخبر عندي زار وزير الخارجي غانا يوم الجمعة حيث افتتح السفارة المساوية في العاصمة أكرة فبالتالي فبالتالي عم يشتغلوا يعني صراحة فيه خطوات خطوات متلاحقة فعليا لحتى أنه يقوموا بهذا الشيء